مين مشاعره بتبقى أعلم؟ مشاعر الأبوة ولا مشاعر الأمومة؟ مشاعر الأمومة طبعاً يعني هي ما تعرفش تعنده في عياله؟ لو هي عايزة تعمل كده، لو هو بدأ أو ترون مش فائق؟ لكن الأم أنا بشوفها أكتر مرونة من الراجل يعني هي تقدر تستحمل شوية، تقدر تعدي، تقدر أنها تتجاوز أي مشكلة مشخطر عيالها فيها بالضبط، يعني نحن دايما بتقول الأمهات بتضحي كتير أو يشايلها البيوت على اكتفها وعلى أديها وعلى روحها وعلى قلبها غير الأب أو الزوج ممكن أعرب مشكلة أدفع مشكلة أدفع سبب ممكن يضم رحيا الزوجية وخلاص طبعاً طبب بالتالي الأمهات فعلاً عليهم دور كدير طب ده بيبقى سبب إيه؟ بقى تربية ولا ده بيبقى سبب إيه؟ يعني إيه الراجل يبقى عادي عنده الطلاق دا عادي طبعاً نمط الأب بشكل عام هو التربية طلع في بيت عامل إزاي؟ طلع في بيت لقى الأب الأم هي المتحكمة في البيت ولا طلع لقى الأم هي المسيطرة في البيت ولا طلع لقى خلافات زوجية بين الزوج والزوج أمامته وبابا جوه البيت فاحنا بنشكل شخصية الزوج والزوجة اللي هم في المستقبل من إيه؟ تربية الأم والأب جوه البيت فحناخد بأننا إحنا إزاي بنربح ينا؟ إزاي بنعلمهم؟ بس أنا عايزي لك على حاجة أنت كاي بتقولي أنه بابا صارت ربها في بيت غير ساوي طيب أمها برضو معرفتش تقولي جوزة لأ لما قالها أنا مش مرحب ببنتك هنا الزوج مش هنقدر نقول أنه هو بيحل محل زوج الأب نفسه بيحل محل الأب يعني بالضبط آه لكن هي مش بنته فبالتالي برضو هو مش هيكون أحنى عليها يعني من أبوها فإن هو قايني يعني مش هيكون أحنى فهو مش مولزا من هو يصرف عليها ساوي إلا بالرضا لو هو راضي أنه هو يصرف عليها وأنه هو يحتويها ويكون مصدر أمان ليها ودعم ليها لكن اللي هو شايف مش حاسس نوع راضي عنها أو راضي أنها تكون موجودة معاه أحنى ظروف الأعباء المادية والمالية بتكون صعبة جدا عند كتير من الأسر فالتالي مش هيقدة أبسط كلمة هيقولها إيه هو أنا مكاف بيتي لما هتكافل هو فعلاً الشغل أنا ممكن ما روحش الشغل عشان حالتي النفسية مش كويسة طبعاً الحال النفسية دي أساس كل حاجة في حال يعني ممكن حد فجأة أسيب شغل يقول أنا حالتي النفسية مش كويسة يا جماعة هو مش هيسيب شغل البنت نفسها ممكن تاخد أجازة تفصل شوية تغير بتي حالة لا يا فاجأة ألت يا أسامة أنا مش عايزة أكمل وأنا حالتي النفسية مش حالة مش عايزة روح شغل يعمل نحن بقى إحنا عايزين نخطبها دلوقتي ونقولها هي تستحمل شوية تحاول تفصل شوية من موض الشغل تحاول تشوف أي حد يدعمها نفسياً يقف جنبها أكيد هي عندها حاجات إيجابية في حياتها بس هي مش قادرة تحط إيدها عليها مش لاقي حد ينور لها الطريق فبالتالي إحنا المفروض نحاول أن إحنا أصحابها أصدقائها في الشغل حد من قريبة حد من أخواتها الكبار أو أخواتها الموجودين أن تقيروا أيك في علاقتها بأخواتها أخواتها الكبار طبعاً أنا بشوف أن أي استقرار في الأسرة الأخوات والأم والأب دول لهم عامل كبير جداً جداً في حياتنا طبعاً فبالتالي أي مشكلة إحنا بمر بيها بنروح لمين؟ أختي أو أخويا نبدأ نتكلم معاه نشوف إيه يقدر يفيدني في إيه في المشكلة اللي أنا بعاني منها لكن فكرة بقى أن إحنا نبعد عنه ونستقلب نفسنا وقول إحنا مشاكلنا خاصة بينا ونقفل على بعض فالمشاكل بتكبر وبتزيد طبعاً فبالتالي إحنا عاوزين الإخوات صورة يحاولوا يدعموها يقفوا جنبها يسندوها طب هي هما ليه ما فكروش حتى أن هما يجهزوها يا وسين أكيد الظروف الملئة بلس بقى تسلط مرات الأب ودي بقى مشكلة أكبر بكتير جداً نعم خلي بالك هما دول إخواتها من مامتها وفي إخواتها والعيل الصغيرين آه بس دول العيل الصغيرين مش هعملولها حاجة أصلاً ممكن ما تربطش معاهم ممكن ما تربطش معاهم فبالتالي برضو هما مش حاسين بالألفة بينهم من بعض فبالتالي إحنا ممكن يعني هي تساعد نفسها بموضوع الشغل تبدأ ترجع لشغلها تاني تبدأ تستعيد سكتها بنفسها تاني تشوف إيه الحاجات الإجابية اللي في حياتها وتبدأ تركز عليها أكتب من أول طب من تحت لتحت كده ما حستيش في الرسالة إنه صار ممكن تكون استفزت مرات الأب وارد طبعاً بشكل كبير جداً يعني أنا دايماً بحط نفسي مكان إيه مكان اللي بيبعتلي طرفي تاني طبعاً ومكان الطرفي تاني لو ما بعتليه طبعاً أكيد وارد جداً تكون أحياناً الولايات بيستفزوا مرات الأب لأنه إحنا دايماً عندنا صورة زينية من ماما الستة اللي دايماً هي لصاب خراب البيت فإحنا أريد أصلاً عندنا خلفية سيئة عن صورة مرات الأب حتى لو كانت كويسة ما أكيد فيها حاجات كويسة وفيها حاجات وحشة لكن إحنا دايماً شايفين الستة الشريرة اللي هي مرات الأب أصلاً ليه واحدة هتيجي ترمي قطة برا البيت وتسبعت موت وفي كده؟ هي ممكن ما تكونش عاملة كده وممكن تكون بتخاف من القطط مش في فوبيا القطط؟ آه طبعاً وممكن تكون صارة استفزتها فدخلت القطط جوة البيت ممكن أي أحداث ماذا لنا عمال أقوله ما فيش حد يبقى شرير في المطلق صح؟ في المطلق لا ولكن فيه دوافع للشرر بتكون موجودة عندنا كل لكن لو استفزتيني يعني إيه دوافع بقى للشرر بتبقى موجودة عندنا هي مرات الأب وإن البنتي طول الوقت بتستفزها شايف أن هي خطفت أبوها شايف أن هي ضمرت البيت شايف أن الأب كل شوية بيدلعها ويهننها شايف دايماً أن الأب دايماً بيقف في صف مرات الأب عن بنته الأب دايماً مش شايف بنته أصلاً مش شايفها في احتياجاتها في أي حال طب هو استفزت طبعتها أن هي ممكن تغير من أي حد يقرب من جزء يعني أحياناً فيه أمهات بيغيروا من بناتهم بناتهم لما يجبروا أو حتى هم كمان صغيرين آه وتريد روح لحبيبة قلبك آه طبعاً بتحب أبوك أكتر هو ده إيه؟ يا مش غيرة لدرجة أن هي هتغير من بنتها ولكن أحياناً استفزت دايماً بتحب بيزوجها اللي بتحبه قوي أنه يبقى بتاعها ملكها ما بتحبش دايماً لكون فيه شريك لها في أي حاجة هي استفزت دايماً كب تحب عادتها لما تحب حاجة تبقى الحاجة دي بتاعتي يعني قافي أمهات فعلاً لو جبت لهم حاجة حلوة ما جبت ليش أنا دايماً بقول كده بس ممكن دلو من المضعبة يعني أن هي بتحفز جزء لما بيجيب لها لأ وده حلو بتحسي أن الستات مهما كبرت يا وسامي تبقى محتاجة برضو أن أنت تجيب لي حاجة حلوة ما عليها مش مع أنها كبرت خلاص أنه ما يجيب لهاش هدايا زي ما بيجيب لي ولكن آه يعني الرجالة النصحة اللي بتاعمل كده بتشتري عمرها يعني الراجل اللي عمل كده تشتريت حياتك كلها باشا وإنت تمام لو مفوض يعمل كده طب الأب بقى هنا دوره إيه مع مفوض يفضل مع مراته يعني مع مراته كده على طول على بنته هو هيفضل كده للأسف لسبب أن الزوء زوجة الأب اللي هي الضرة يعني متصلطة بشكل كبير جدا ليه لأن الزوء مر بتجربة فشلة أصلا أول مرة فهو مش عاوز مشاكل فهو مش عاوز يخش في أزمات تانية مع الزوج ايه مع الزوجة تانية اللي هي مراته يعني فبالتالي هي كمان متصلطة عليه طول الوقت ضغط عليه بتستغله لأقصى درجة دايما شايفة أنه هو من كتر بالضغوط والمشاكل اللي مر بيها هو دايما مديها زمام الأمور جوها البيت أنت لا تصرفي أنت اللي هتربي أنت اللي هتبعي أنت اللي هتختاري مين يأكل ومين ما يكلش وترمي الأكل لما أولادك يأكله عشان بنتي مجيش تأكل ممكن كمان تكون بتوصل كلام غير صحيح ليه عن بناتك وعن بنته عن صارة مشكلة كبيرة جدا